الهيكل العزمي بيتكون من اكتر من 206 عظمة ليه قلنا اكتر 206 عظمة؟ لان بيكون فيه 6 عظمات موجودين في الاظن 3 في كل جنب بالاضافة الى الهيوت بون اللي هو اسمه العظم اللامي موجود اسفل الماندبل موجود اسفل الفك السفلي علشان كده بنقول ان الهيكل العزمي بيتكون من اكتر من 206 عظمة الهيكل العزمي بينقسم الى جزئين أجزة السكيلتون اللي هو الهيكل المحوري واللي بيشمل كلها من السكال والسراس الكيج السكال اللي هي جنجومة والسراس الكيج اللي هو الكفص الصدري والعمود الفقري والجزء الثاني هو الأبنديكولر السكيلتون وده الهيكل الطرفي وبيشمل كلها من الأبرلم واللورلم طرف العلوي والطرف السفلي وظيفة الهيكل العظمي هو انه بيعمل support للجسم بيدعم الجسم وبيعمل facilitate للمovement اللي هو بيسهل حركة الجسم وبيحمل عضايا داخلية وبينتج خلايا قدام الحمرة الهيكل الطرفي بيعمل support للجسم بيدعم الجسم وبيعمل facilitate للمovement بيسهل حركة الجسم والأجزة لسكيلتون اللي هو الهيكل المحوري بيحمي الأعضاء الداخلية زي عندنا الاسقال اللي بتحمي اللي هي الجمجمة بتحمي المخ اللي هو البرين والصراس الكتج اللي هو القفص الصدري بيحمي القلب وبيحمي الرئتين والعمود الفقري بيحمي الحبل الشوكي والعظام اللي متلونة باللون الازرق دي كلها بتكون كرات الدم الحمرة ودلوقتي تعالى نتفرج على فيديو نظرة عامة كده سريعة على الهيكل العظمي جسم الإنسان البالج بيتكون من أكتر من 206 عظمة درهم إنهم بيشكلوا هيكل الجسم وبيحملوا عضايا الداخلية وبيسهلوا الحركة الهيكل العظمي بيحمل عضايا الحيوية زي المخ المحاط بمجبوعة عظام بيكونوا جزء من الجمجمة والأجزة والرئتين الموجودين داخل تجويف الصدري العمود الفقري كمان بيوفر المكان والحماية اللازمة للحبل الشوكي أيضا الهيكل العظمي هو مكان تخزين الكالسم والفوسفور وتكوين خلايا الدم داخل النخاء العظمي للعظم الاسفنجي الخلايا الجزعية بتتشكل وبتتحول إلى خلايا دم التفاعل والربط بين وظيفة الهيكل العظمي والعضلات والعصاب بيحرك الجسم الجهاز العصبي بيرسل الإنشارات والتعليمات للعضلات اللي بتنقبض وتنبسط علشان تكون الحركة في منطية المفاصل ترجمة نانسي قنقر